اشهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بحرص جمهورية العراق الشقيقة على المشاركة في منتدى حوار المنامة جاء ذلك لدى لقاء سموه يحفظه الله مع معالي السيد اياد علاوي نائب فخامة الرئيس العراقي بحضور معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ونوه سموه بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين والحاصل المشترك على تطويرها في كافة المجالات متمنيا للعراق الشقيق دوام الامن والاستقرار وتناول سموه مع نائب الرئيس العراقي عددا من المواضيع المتعلقة بتطورات في المنطقة كما استعرض اللقاء القضايا المطروحة على اجندة اعمال منتدى حوار المنامة ترجمة نانسي قنقر